السلام عليكم تلميذي الأعزاء بالنسبة للحصة الماضية درسنا نظام آلي معقد وقمنا بتجزئاته إلى عدة أشغالات إلى 6 أشغالات بعدها رسمنا متمن تنسيق الأشغالات وأعطيكت لكم كل أسئلة خاصة بالمتمن تنسيق الأشغالات بعدها رسمنا متمن جديد يسمى متمن قيادة والتهياء فهو يقود النظام وهو كذلك يهيئ النظام ويرجع كل شيء إلى حالة الابتدائية بعدها أمننا هذا النظام عن طريق رسم متمن جديد يسمى متمن الأمن فالمتمن الأمن يؤمن النظام في حالة وجود خلل أو توقيف استعجال عادة يكون فيه مرحلتين مرحلة X-20 هي مرحلة توقف بسبب وجود خلل أو توقيف استعجال أما مرحلة X-21 فهي مرحلة تشغيل عادي أو تشغيل طبيعي لا يوجد خلل ولا يوجد توقيف الاستعجال تلميذي الأعزاء اليوم سوف ندخل داخل متمن تنسيق الأشغالات كما تلاحظون هذا متمن تنسيق الأشغالات يحتوي على 6 أشغالات أستاذ كيف عرفته أنه يحتوي على 6 أشغالات الأشغولة هي عبارة عن مربع يحتوي على خطين متوازن أشغولة 1 أشغولة 2 ثلاثة ربعة خمسة ستة إذن هذه المرحلة واحد تسمى مرحلة شاملة أو تسمى أشغولة لماذا تسمى مرحلة شاملة؟ لأنها تشمل عدة مرحل لو ندخل داخل هذه المرحلة واحد ما الذي نلاحظ؟ نلاحظ في وسطها متمن كما تلاحظون هذه الأشغولة واحد أو مرحلة شاملة تحتوي على مرحلة 10-11-12 تشمل مرحلة 10-11-12 لذلك تسمى مرحلة شاملة أو أشغولة كما تلاحظون أن هذه المرحلة الشاملة تحتوي على مرحلة ابتدائية ترقيمها 10 لماذا ترقيمه 10؟ الصفر هو مرحلة ابتدائية مربع مزدوج و1 رقم أشغولة بما أن أشغولة 1 رقم الأول 10 رقم الثاني 11 رقم الثاني 12 كيف رسمت هذا المتمن انتلاق من دفتر الشروط لأشغولة رقم 1؟ تلميذ الأعزاء كما تلاحظون أن متمن أشغولة يحتوي على نداء ويحتوي على الجواب عند تنشيط مرحلة شاملة من المتمن انتاج العادي يعطي نداء لهذه الأشغولة لكي تشتغل وعندما تنتهي الأشغولة رقم 1 اللي هي مرحلة انتظار رقم 12 تعطي الجواب إلى متمن تنسيق الأشغولات بأن الأشغولة الأولى انتهت فيتطور متمن تنسيق الأشغولات من أشغولة 1 إلى تشغيل متزامن 2, 3, 4, 5 في 1 إذن كما تلاحظوا هذه وش هي كما تلاحظوا محيطها هذا نداء في الحقيقة من جاي جاي من أشغولة 1 من متمن تنسيق الأشغولات لكل متمن أشغولة مرحلة النهاية اللي هي مرحلة الانتظار كما هنا مرقما برقم X12 هذه المرحلة تعطي الجواب إلى استقبالية متمن تنسيق الأشغولات إذن إذا كانت أشغولة 1 منشطة وX12 محققة ما الذي يحدث متمن تنسيق الأشغولات يتطور من أشغولة 1 إلى 2, 3, 4, 5 تشغيل متزامن تلاميذ الأعزاء لكي نفهم جيدا يجب أن نحاكي الأشغولة 1 يجب أن نحضر متمن أشغولة 1 و متمن تنسيق الأشغولات كذلك نحضر مناولة هيكلية لهذه الأشغولة اللي هي تدوير الصحن و كذلك يجب علينا أن نحضر متمن قيادة والتهيئة أحضرته لكم جزء فقط لماذا؟ لأننا نحتاج X105 اللي مكتوب فيها تشغيل الآله إذن سؤال مطروح هل تشتغل الأشغولة في حال طرحة؟ لا تشتغل هذه الأشغولة تكون مرحلتها الابتدائية منشطة أما 11 و 12 خاملة سؤال مطروح هل يشتغل متمن أشغولة 1؟ لا يشتغل أولا يجب أن تشتغل مرحلة شاملة من متمن تنسيق الأشغولة عندما تنشط هذه المرحلة تعطي نداء على شكل إشارة X1 كما تلاحظون X1 أصبحت بلون أخضر معنتها محققة واحد منطقي هل يشتغل متمن أشغولة؟ لا لماذا؟ هناك شرط آخر وهو شرط تشغيل آلي إذن المتمن أشغولة لكي يشتغل يجب أن يتوفر الشرطين الشرط الأول الإذن من متمن تنسيق الأشغولات والشرط الثاني الإذن من متمن قيادة والتهياء عن طريق فعل يسمى التشغيل الآلي إذن عندما تنشط 105 ينشط التشغيل الآلي فيصبح واحد منطقي وبالتالي X105 تصبح واحد منطقي لهذه أعطيتها لكم بلون الأخضر عندما تكونوا مرحلة السابقة X10 منشطة و X1 منشط و X105 منشط ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة داش وتخمي العشرة مرحلة داش يوجد فيها فعل SAA1027 وهو عبارة دارة مندمجة تتحكم في محرك خطوة بخطوة وبالتالي عندها تنشط مرحلة 11 ما الذي يحدث؟ يدور البساط بهذا الشكل متى ينتهي الدورة البساط عندها ضغط على M فيصبح M يساوي واحد منطقي مرحلة X11 منشط و M يساوي واحد تنشط مرحلة 12 و عندها تنشط المرحلة 12 وهي مرحلة الانتظار أو تسمى بمرحلة نهاية الأشغولة رقم واحد أي أشغولة تنتهي بمرحلة الانتظار تعطي جواب على شكل إشارة هذه الإشارة ماذا تساوي تساوي X12 بما أنه X12 محقق و للأشغولة واحد منشطة ما الذي يحدث؟ في قواعد تطور المتمن تنشط الأشغولة 2 و 3 و 4 و 5 في 2 لأنه تعاقم متزامن وتخم الأشغولة واحد عند تخمي الأشغولة واحد ما الذي يحدث X1؟ يساوي صفر منطقي بما أنه X1 يساوي صفر منطقي X1 بار ماذا يساوي؟ يساوي واحد منطقي بما أنه مرحلة X12 منشطة و X1 بار محقق ما الذي يحدث؟ تعاود الأشغولة إلى حالة الإبتدائية ثم يتطور متمن تنسيق الأشغولات بتصغيل متجزامن بين أشغولة 2 و 3 و 4 و 5 وكل مرحلة شاملة لديها المتمن إذن مرحلة 2 مرحلة شاملة 2 لديها متمن مرحلة 3 لديها متمن مرحلة 4 لديها متمن ومرحلة 5 لديها متمن ومرحلة 6 لديها المتمن في هذه الحصار راح نرسم كل متامن بالتفصيل المؤمن وبإذن الله متمن أشغولة راح يولي بس بوسا إذن تلاميذ الأعزاء حصة 47 سوف تكون حول متمن أشغولة بالتفصيل طريقة رسم المتمن أشغولة وسوف أعطي لكم 6 أمثلة بالتفصيل إن شاء الله تلاميذ الأعزاء أذكركم بالسلسلة خاصة بالمتمن في حصة الماضية أكملنا متمن الأمن اليوم متمن أشغولة وهنا وصلنا نصف الحصص ما أبقى نجيب الزف وإن شاء الله نكملها في أقرب ووقت فاصل ثم نواصل تلميذي العزيز أول سؤال راح تسأله أح تقول لي أستاذ كيف هنا صمت من الأشغولة إذن أول حاجة لازمنا تكون عنا استراتيجية ومنظمة لنرسم متمن أشغولة هذه الاستراتيجية فيها خطوات سوف نطبقهم كامل بالتفصيل وبإذن الله ما عادش زيد تغلط في متمن الأشغولة أول حاجة لازمنا نتعلمه نرسمه المخطط البيان لهذه الأشغولة ولازمنا منغلطوش فيه ومعدة رحول باقي الخطوات إذن أول حاجة وش نرسمه؟ نرسمه موربع هذا الموربع يحتوي على خطين متوازيين كي تقام خطين متوازيين وش معنتها هذه الأشغولة؟ وأي أشغولة عندها الترقيم؟ اللي هو أن إذا كانت طلب منك أشغولة ثلاثة إذن هنا عوضها بثلاثة أنا عوضها بثلاثة إذا طلب منك أشغولة سبعة أنا عوضها بسبعة إذن أنا هنا بصفة عامة من بعد تلميذ الأعزاء هذه المرحلة الشاملة وش تحتوي؟ تحتوي على مرحلة ابتدائية مرحلة التوقف شنر بزولها موربع مزدوج وترقيم تحيكون أن صفر وش معتها أن صفر إذا كانت أشغولة رقم تاحة ثلاثة عوض أن ثلاثة شتولي ثلاثين إذا كانت أشغولة مثلا رقم تاحة ستة إذا المرحلة ابتدائية تحة شتولي تولي ستين إذن ترقيم الأشغولة داخلية سيكون فيها رقمين الرقم الأول هو رقم المرحلة ورقم الثاني وش هو هو رقم الأشغولة؟ بعد تلميذ العزاء هذه المرحلة ابتدائية تكون أشغولة متوقفة وش لدينا شرط الانتقال لكي تشتغل شرط الانتقال هنا وش نكتبه أولا وش هو نكتبه خط النيداء من المتمن تنسيق الأشغالات إذن كما كما تلاحظوا كي تنشط هذه المرحلة أن تمد نيداء هذا النيداء على شكل وش على شكل إشارة XN إذا كانت أشغالة 3 معناتها X3 إذا كانت أشغالة 5 X5 إذن كان واحدة الملاحظة تلميذي الأعزاء ما تغلطوش فيها هذا السهم إيتيجهتها أو لازم يجي من المرحلة وعرفنا هذه منقبل لازم مرحلة استقبالية ولا مستقبالية مرحلة إذن إتجاه السهم يكون يمين المرحلة ويروحوا الاستقبالية هذه تلاميذي الأعزاء ونداء الأشغالة لما يشبه يشبه لي الأستاذ والتلميذ كما أنا أستاذ تلككم سنعطي لك واجب منزلي وش نعطي لك نعطي لك واجب منزلي ونقول لك حل واجب منزلي هنا أعطيت لك نداء أعطيت لك أوتوريزاسي وتبدأ تحل الواجب منزلي من بعدها تأكيد كما لاحطي مدلي جواب سنشوفها في الأشغالة إذن لكي تشتغل هذه الأشغالة أول شرط لازم إشارة التنشيط من مرحلة الشاملة من متمن تنسيق الأشغالات إذا كانت هذه ثلاثة ولهذا إكسة ثلاثة وجد شرط الثاني لكي تشتغل هذه الأشغالة لو كان لا يتحقق هذا الشرط مع بعض لا تمشيش الأشغالة وشي هو الشرط هذا لازم تروح المتمن قيادة والتهيئة وتحوس على فعل اسمه تشغيل آلي وشوف رقمتها إذا كان إكس 105 اكتب إكس 105 إذا كان إكس 103 اكتب إكس 103 زايد أو أو طلب توقف نهاية الدورة ولا مواصلة التشغيل ورح زي تحوس لي على هذا الفعل وشوف لي رقم المرحلة إذا كانت موجودة مرحلة مثلا إكس 107 إكتب 107 إذا كان هذا المشي موجود ما تكتبوش إذن وش هي الأهم حاجة وش هي التشغيل آلي إذن هذا هي الاستقبالية باتمشي الأشغال هذه لازم تركز عليها مليح 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 من بعد التلميذ الأعزاء بعد ما تخدم هذه الخطوة تشترح تدير تحتقر دفتر شروط وتبدأ تكتب الأفعال واستقبالية أفعال واستقبالية مثلا قد دفتر شروط في المرحلة مثلا اعتبروا أشغالة واحد تولي هنا واحد مرحلة ابتداء تولي عشرة مرحلة احداش مثلا خروج مثلا خروج ساقة رفعة تكتب خروج ساقة رفعة تكتب فعل الأول لكل فعل شرط نهاية إذا هنا وش هي استقبالية نهاية فعل الأول مثلا خروج ساقة رفعة مثلا ضغطة على أحداش إذا هنا وش تكتب أحداش مثلا زلت رحلت المرحلة لبعدها وكاين فعل آخر تكتب هنا فعل الثنين مع أنتها دخول ساقة رفعة تكتب هنا دخول ساقة رفعة دي أ ناقص وهنا تكتب استقبالية مثلا أحداش كما هنا مرحلة انا اثنين وش فيها فعل اثنين شرط نهاية فعل اثنين. من بعد تلميذي الاعيزاء كي تكملوا دفتر شورد وديروا كل مراحل متمن اشغل وش لازم لازم ينتهي بمرحلة فارغة اللي هي مرحلة الانتظار. وهذه مرحلة الانتظار ما نديروش فيها الافعال. وهذه مرحلة الانتظار اللي اهدرناها بتعطي رد او جواب الى متمن تنسيق الاشغلات. قولوا بالط celacle هادي والي عقبت هي اين راح ينتهت. وهنا نكتبه الاستقبال وهو啥 هي اكز اين ثلاثة. ولوش معطي اكس آنتم تلاثة. اذا كانت الرقم اشغل تلاثة وفاتصتلي اه مرحلة لازم تولي تولي او تلاثة وتلاثين وهنا تولي اكس تلاثة وتلاثين. إذا تلميذي الاعزاءato سنطلقوا اشغل لازم تلاثة. کوخش تولي هنا ثلاثة هنا. هنا ثلاثة هنا واحدة وثلاثين. هنا 32 هنا 33 مرحلة الانتظار 33 تمد الجواب على شكل إشارة X33 وهنا المتمن تنسيق الأشغالات يطور من أشغالها هذه إلى الأشغالة البعدية وهذه الجواب تلميذي الأعزاء لما تشبه تقرير حل واجب منزلي إذاً أنا أعطيتكم واجب منزلي وأعطيتكم نداء بتحلوا واجب منزلي تقوموا بالأفعال وتحلوا واجب منزلي كتكملوا واجب منزلي واش ستبديوا للورقة التي ستكون جواب بعد تلميذي الأعزاء بعدما تكملنا مرحلة الانتظار تحت مرحلة الانتظار ديما وش يأتي عكس XN هذه إذا كانت هذه X3 هذه ما ستكون X3 بار إذاً هنا XN هذه يسمى XN بارش معناتها XN معناتها إشارة نداء من الأشغال معناتها أشغالة منشطة وXN بارش معناتها غياب نداء الأشغالة بعد تلميذ الأعزاء وصلنا هنا نهاية الأشغالة نرجع للحلاء الابتدائي بهذا الشكل ومن ننساوش سهم التوجيه هذا هو متمن للأشغالة لازم نختموها بهذا الشكل أهم حاجة وش هي هي النداء والجواب وثاني حاجة وهي استقبالية تعال بداية واستقبالية تعال النهاية والقابلية هذه تعال نهاية الأشغالة عن تلميذ الأعزاء فما هي الاستراتيجية ترسم متمن الأشغالة إذاً خطوة الأولى كي يطلب منك رسم الأشغالة أول حاجة ترقيم الأشغالة من متمن إنتاج العادي ولا متمن تنسيق الأشغالة مثلا يقول لك أرسم متمن أشغالة الغلق روح المتمن تنسيق الأشغالة شوف أشغالة الغلق وشوف ترقيم تحت ترقيم تحت يما تجيبه من متمن تنسيق الأشغالة ثاني خطوة مهمة جدا ترقيم مرحلتين تشغيل الآلي ولا إذن تشغيل الآلي والطالب توقف من متمن قيادة والتهياء إذا كيعطيك قيمة من قيدة وتهيئة، شوف الإذن تشغل آلي وشوف كده رقم تحت إذا كان 105، إذا كان X105، تكتب هنا X105، إذا كان X110، هنا تكتب X110 الخطوة الثالثة وشيئة، قراءة دفتر شرط لهذه الأشغلة من وجه يشعر حميد لك، كل أشغر حميد لك دفتر شرط تحت ويطلب منك ترسم المتمن الخطوة الرابعة، تأطير الجزء الخاص من منالة هيكل لهذه الأشغلة الخطوة الخامسة، دراست جدوى الاختيارات لهذه الأشغلة، وشوف السؤال، سكو طلب منك متمن أشغلة من وجهة نظر جزء التحكم أو جزء المنفذ الخطوة الأخيرة، كي يعطيك تركيب الإلكترونية، لازم تلقي تركيب الإلكترونية متوافقة مع هذا المتمن إذا خطوة السادسة وشية، تحقق من متمن انتلاق من تركيب الإلكترونية تلاميذي الأعزابة مبسط لكم، نعطيكم مثال، وشوفوا الخطوات، كيف نتبقوا خطوات الإستراتشي نفترض أن نطلب من الأسئل أرصم متمن من وجهة نظر جزء التحكم لأشغلة ٣ أول حاجة قلنا؟ نجيب Remo 社برتو, الضendarウ� ن breeding ، إذا عمل هذا هو板 جة، نكيل فاب时候 أدخ entwicقة بعض الأشغلة؟ نحوس عن él . كما أجلأ شغلة 3 هي أشغلة المل إذا لم يتصل لك المال، وش أن نحوص على كلمة مل إذا كلمة مل يعني يم 취ب رقم لأشغلة 3 personnel 100 Check St أن About – 3 إذا شغلة هكذا regenerate 3 بعد تلميذ الأعزاء، الشرط الثاني يجب أن نحضر جدول اختيارات التكنولوجية كما تلاحظون جدول اختيارات التكنولوجية في ستة أشغالات أشغال التدوية الصحن إلى غاية آخر أشغالة هي تحويل ثنين ويجب أن نقرأ سؤال مليح، ويجب أن نطلب منها أصمت من وجهة النظر جزء التحكم لأشغالة ثلاثة مع أنتها أفعال المنفذات أو المنفذات المتصدرة كما رأينا في الحصص الماضية، الأفعال هي المنفذات المتصدرة إذن وراء الأشغال الثلاثة، اللي هي ملء الديلاء، اللي هي شغالة الملء إذن هذو سيكون أفعال، نتبع لهم الأفعال، وهذو سيكون أستقباليات هذا بالنسبة لخطوة رقم ثنين بعدها تلميذ الأعزاء، يجب علينا إحضر ماتمن قيادة والتعيئة ماتمن جي سي، كما كنت لاحظوا، ويجب أن نبحثه؟ نبحثه على كلمة إذن تشغيل آلي ومواصلة تشغيل كما كنت لاحظوا، إذن تشغيل آلي رقمتها X105 ومواصلة تشغيل آلي رقمها هو X106، توهات المراحل تتغير قيمها على حساب الصاني خطوة رابعة، إحضار دفتر الشروط، وقراءة دفتر الشروط خاص بأشغالة ملء فاعد كما كنت لاحظوا، هذه أشغالة الملء، يتم ملء دلاء عن طريق الكهروصم من UV1 و UV2 حيث يفتع UV1 لمدة 4 ثواني، ثم UV2 لمدة 5 ثواني، ثم تنتهي الدور هنا مطلوب منك، مطلوب منك تأطير أو تلوين أشغالة الملء لكي تزداد نسبة تركيزك خامسة، إحضار مناولة هيكلية، وتأطير جزء خاص بالأشغالة رقمها 3 وهي أشغالة الملء التي يقوم بها UV1 و UV2 وهنا تلاميذ الأعزاء، كمنا الخطوات، تلاميذ الأعزاء بعد ما عرفنا طريقة رسم المتمن، الآن ما الذي سنفعله؟ سوف نرسم متامي لكل أشغالة لهذا النظام أليم وعقد، كما تلاحظون أن هذا النظام قسمنا لست أشغالات، كل أشغالة نرسم لها المتمن تحى بالتفصيل فنبدأ بأول جزء، وهو جزء الصحن، أتدوار أشغالة رقمها 1 إذن تلميذ العزيز، أول سؤال، أرسم متمن من وجهة نظر جزء التحكم لأشغالة تدوير الصحن إذن أول حاجة، إحضار مناولة هيكلية على تدوير الصحن، ثاني حاجة، روحوا المتمن تنسيق الأشغالة، نشوفوا تدوير الصحن، كدها رقمها 1 ثالث حاجة، إحضار متمن قيادة وتهيئة، بحث عن إذن تشغيل آلي ومواصل تشغيل آلي، يقينها X105 أو X106 ومن بعدها، نحضر دفتر الشروط الخاص بأشغالة تقديم الصحن الضوار وآخر حاجة، إحضار جدول مناولات هيكلية على تدوير الصحن، بعد تلميذ العزيز، يجب قراءة السؤال جيداً، إذن في السؤال، ما طلب منه؟ أرسم متمن من وجهة نظر جزء التحكم لأشغالات التدوير، ما طلب منه؟ جزء التحكم أو جزء المنافذ؟ المتصدرة هي الأفعال، والملتغيطات هي الاستقبالية، لو كان طلب منه جزء المنافذ، المنافذة والتي هي الأفعال بعد تلميذ الأعزاء، ما سوف نقوم بها؟ كما رأينا في الحصص الماضية، أشغال تقديم الصحن الضوار قسمها عن طريق حروف الفصل والحروف الوصل هذه نقرأ مع بعض، أولاً، أشغال تقديم الصحن الضوار، يدور الصحن الضوار، يعني أول مرحلة، ما سوف يصير فيها؟ يدور الصحن الضوار، يعني مرحلة فيها فعل واحد، وعند الضغط على أم تنتهي الضوار، إذا كما تلاحظون أن هذه الأشغال تحتوي على مرحلة ابتدائية ومرحلة انتهاء، ومبينتهم مرحلة واحدة فقط فيها فعل واحد تلميذ الأعزاء، يدور الصحن الضوار، وعند الضغط على أم تنتهي الأشغال، إذا كما لاحظتم، دار الصحن الضوار ب90 درجة، ويضغط على أم انتهت الأشغال، أستاذ أرسمنا الأشغال، هيا نبدو نرسم الأشغال إذا تلميذ الأعزاء، أول حاجة، نحن نشوفه في المتمن تنسيق الأشغال تدوير الصحن، كما تلاحظون، أشغال رقم واحد، إذا نرسمه مربع في خطين متوازين، نكتبه واحد، وبعدها نديره، نرسمه مرحلة ابتدائية رقم تاح عشرة، إذا بما أنه أشغال واحد، هذه واحد أشغالة، وصفر مرحلة ابتدائية، إذا مرحلة ابتدائية نسميها عشرة، وبعدها نرسمه، نرسمه الاستقبالية، إذا وش هي الاستقبالية لولا؟ أولا استقبالية هي نداء بهذا الشكل، هذا نداء على شكل إشارة X1، بما أن هنا اسمها واحد، هنا ستكون X1، والاستقبالية الثانية نجيبها من متمن قيادة والتهيئة، إذن نحوص على إذن تشغيل آلي، رقم تاحها X105، ومواصلة تشغيل رقم تاحها X106، إذا هنا ونكتبه X105 أو X106، لا نديره جد أجمع، يتمشط هذه ويمشي نظام تشغيل آلي، ولا تمشط هذه نظام تشغيل آلي، ولا تمشط 106، يواصل النظام تشغيله إلى غاية التوقف، من بعد تلميذ الأ إذا أكملنا هذه، ونذهب إلى المرحلة 11، بعد عشر، ونأتي مرحلة 11، مرحلة 11، مرحلة 11 في قناة فيها، لقناة فيها فعل واحد، وما هو؟ يدور الصحن الضوار، وعند الضغط على أم تنتهي الدورة، إذن، وما هو الفعل هنا؟ دواران صحن الضوار، بعدها نذهب إلى المنفذات المتصدرة، من مسؤول عن تدوير صحن الضوار؟ هي دارة مندمجة SAA-1027، إذن، وما نكتبه فعل؟ SAA-1027، لو كان طلب منها، ما تمن من وجد نظر جزء المنفذ، وما نكتبه؟ موتور PAPA، دواران موتور PAPA، نكتبه هنا MPP، صح، من بعدها مرحلة 11، تحتوي على فعل دواران المحرك، متى يتوقف المحرك؟ وش لازمنا؟ لازمنا نجيبه هذه الاستقبالة، متى يتوقف هذا الصحن الضوار عند الضغط على أم؟ نكتبه هنا أم، وهنا تلميذي الأعزاء، كمنا متمنة على الأشغلة، وش قلنا؟ قلنا أي متمنة أشغلة يجب أن ينتهي بمرحلة الانتظار، ولا نسميها مرحلة التوقف، إذن، وش معنا تنزيده مرحلة فارغة؟ هذه مرحلة فارغة نسم مرحلة فارغة، هذه مرحلة فارغة باتمدي الجواب لمتمنة تنسيق الأشغلة، تقولوا بللي أشغلة رقم واحد انتهت، وهذا الجواب على شكل واش؟ على شكل إشارة، وش اسمها؟ X12، إذن هنا نكتب جواب أورد، ونكتبه X12، من بعد تلميذي الأعزاء متمنة أشغلة، لازمنا نغلقوه، كيف نغلقوه؟ من X12 لازم تكون عندي قابلية، القابلية هذه والله استقبالية، وش لازم تكون؟ لازم تكون عكس X1، إذن كما هناك X1 معانتها نداء من الأشغلة، هناك X ومن بعدها نعوده نرجعه، نرجعه لحالة الابتدائية بهذا الشكل، ونضع السهم التوجيه، هذا هو متمنة أشغلة رقم واحد لأشغلة تدوير الصحن، تلميذي العزيز باهي كل فهمتاك ممتاز، وش سوف نضع المحاكاة للمتمنة، إذن في حالة الابتدائية تكون هذه الأشغلة خاملة، وتكون مراحل الابتدائية لكل أشغلات منشطة، فعند تنشيط الأشغلة واحد بالمتمنة تنسيق الأشغلات، فتصبح X1 تسوي واحد منطقي، وعند تنشيط إذن تشغيل آلي، فيصبح X105 يسوي واحد، وبالتالي ما الذي يحدث؟ مرحلة ابتدائية عشر منشطة، X1 منشط، وX105 إذن تشغيل آلي محاقق، فتنشط مرحلة X11، X11 تغذي S1027، S1027 يتحكم في محارك خطوة خطوة، ومحارك خطوة خطوة يتحكم في دواران الصحن، وبالتالي ما الذي يحدث؟ يدور الصحن بـ 90 درجة متى يتوقف الصحن الضوار عند الضغط على M، فتصبح X1 ومرحلة 11 منشطة، وبالتالي تنشيط مرحلة 12، وتقطع تغذي على محارك خطوة بخطوة، وعند تنشيط مرحلة 12، هذه مرحلة 12 هي مرحلة نهاية الأشغولة 10، أو تسمى بمرحلة الانتظار، تعطي الجواب للمتمنة تنسيق الأشغولات بأن أشغولة 1 انتهت، وبالتالي تخمي الأشغولة 1، وتنشيط باقي الأشغولات، وعند تنشيط تخمي الأشغولة 1، X1 يصبح يساوي 0، وبما أن X1 يساوي 0، X1 يساوي 1، قابل استقبال هذه المحاققة أو X11 محاققة، وبالتالي تنشيط مرحلة ابتدائية الأشغولة الأولى وتعود إلى حالة راح، هذه هي طريقة رسم المتمنة لأشغولة 1، رحوا لبعدها سؤال ثاني، وأصم متمن من وجهة نظر جزء التحكم لأشغولة تقديم الدلاء، إذن أول حاجة إحضار مناولة هيكلية لتقديم الدلاء، ثاني حاجة رحوا للمتمن تنسيق الأشغولات، نشوفوا التقديم كده رقم الأشغولة، رقمها 2، ثالث حاجة إحضار متمن قيادة والتهيان حوص على إذن تشغيل آلي ومنواصلة تشغيل، رابعا إحضار دفتر الشروط لأشغولة تقديم الدلاء، وأخيرا إحضار جدول اختيارات لأشغولة ت تقديم الدلاء، من بعد تلميذ الأعزاء، أولا نقرأ السؤال منه، أرسمت من من وجهة نظر جزء التحكم معنتها لأفعال هي المنافذات المتصدرة، من بعدها، المنافذات المتصدرة لونها، نكتب الأفعال، لازم نقطعه غير هذه الأفعال، والملتقطة وشية هي الاستقباليات، من بعد تلميذ الأعزاء، نقرأ دفتر الشروط ونقسمه بحرف الوصل والحرف الفصل، كما تلاحظوا، أشغولة تقديم الدلاء، يتم تقديم الدلاء عن طريقة رافعة A، وعند الضغط على A تنتهي ال� تلميذ الأعزاء، نعطيكم سيميناسي، ومن بعدها نعود، نرسمه، إذن، وش قلنا؟، أول حاجة يتم تقديم الدلاء عن طريقة رافعة A، كان هذه قناة العمودية، كما تلاحظوا، الدلاء أمام رافعة A، أولا نشكل لك يتم تقديم الدلاء عن طريقة رافعة A، وش يسرى؟ تخلو الساقة رافعة حتى تضغط على A، ومن بعدها وش يسرى لها؟ بعدها ترجعت القائيا، لأن هذه رافعة أحاية تستقرر فيها فعل واحد دياء فقط، وهذه رافعة لي فيها كابتر واحد، عندها نعبض الإرجاع، يرجحها تلقائيا، وراجعتها من دخله في المتمن، هيا تلميذ الأعزاء، نبدأ ونشرح إذا طلبت منها رسم متمن أشغال التقديم، إذا ونروحوا متمن تنسيق الأشغالات، إذا كلمة تقديم، وش رقم الأشغالة؟ أرقم أشغالة 2. إذا نرسم مربع مزدوج خطين متوزين، ورقموها بأشغالة 2. ثانيا نرسم مرحلة ابتدائية، بما أنه أشغالة 2، مرحلة ابتدائية هي 20، ومرحلة ابتدائية عندها استقبالية، الاستقبالة أولى، وش هي؟ هي عبارة عن إشارة ندا، إذا نكتب إكسة 2، والاستقبالية الثانية، وهي إذن ت التشغيل الآلي او موصلة التشغيل. اذا كما كنت لاحظوا اما تشغيل الآلي مية وخمسة وموصلة تشغيل مية وستة. اذا ماذا نكتبه اما اكس مية وخمسة او اكس مية وستة. ما بعد اوش تجي جي مرحلة واحد وعشرين. مرحلة واحد وعشرين. واشي هو الفعل مرافق? يتم تقديم الدلاع عن طريق رافع ا عن طريق الخروج. كيروحوا لجدول اختيار تجمعوا. ما نلاحظوا؟ لاحظوا باللي الموزع. وحادي استقرار كهره وهاوي. اذا ماذا معنى تدي ا. معنى هذه الرافعة تغذيها تخرج. تقطع لها تغذية ترجع تلقائيا. اذا نرجع ميهم ناش في المتمن. اذا في المرحلة واحدة واشي نكتبه. نكتبه دي ا فقط. اذا لكل فعل شرط نهاية. متى ينتهي خروج ساقة رافعة عند الضغط على ملتقط ا. اذا استقبالية شرط نهاية خروج ساقة رافعة ا. اللي هي ملتقط نهاية الشرط اللي و ا. ما بعدها تلميذي الاعزاء وشكالكم وعند الضغط على ا. تنتهي الدورة. رجوع هنا رافعة ميهم ناش لانه موزع احد الا استقرار. اذا هنا كمت الاشغولة. كل اشغولة تنتهي بمرحلة الانتظار. اذا نرقم مرحلة الانتظار 22. هذه مرحلة الانتظار والله نسميها مرحلة نهاية الاشغولة 2. تعطي جواب الى متمن تنسق الاشغولات باللي ان اخر مرحلة هي اكس 22. بهذا الشكل. بعدها تلميذي الاعزاء بعد ما كملنا اكس 22 وش نديرو؟ ديروا الاستقبالية وش هي بما انه هذه اكس 2. هذه اللي حن نكتبها اكس 2 بارش مع تغياب نداء الاشغولة ونرجع للمربع الحالة اللي يبتدي بهذا الشكل ونرسمو سهم التوجيه. من بعدها تلميذي الاعزاء بعد ما كملنا متمن اشغولة نديرو سيميلاسيون. ركزوا معي. الحالة الابتدائية اشغولة 2 تكون خاملة. وتكون مرحلة ابتدائية لاي اشغولة تكون منشطة. عندها تنشط مرحلة اشغولة 2 اكس 2 يساوي واحد. وعندما تنشط وعندها تنشط اكس 105. ما الذي يحدث الشرط محقق. تنشط مرحلة 21. مرحلة 21 تغذي رافعة ديئة. وبالتالي خروج ساقة رافعة. رافعة A تدفع دلو الفارق الى صحنة الدوار. وعندها الضغط على A تنتهي الاشغولة. وتنشط مرحلة الانتظار. جماعة الزيناء. لاحظتم ان في مرحلة الانتظار رجوع الساقة رافعة. لماذا؟ لانه في مرحلة 22 اقطعت التغذي على دي ازيد. وبالتالي نابض يرجع لساقة رافعة. مرحلة 22 يتمد الجواب للمتمن تنسيق الاشغولات. بان الاشغولة 2 انتهت. وبالتالي تخم الاشغولة 2. وتعود هذه الى حالة الابتدائية. تلاميذي الاعزاء نذهب الى سؤال الرقم 3. سؤال الرقم 3 طلب منا رسم متمن من وجهة نظر جزء تحكم لاشغولة المل. اولا يجب علينا احضار مناولة هيكلية. كما تلاحظنا هذه المناولة هيكلية الذي يقوم بعملية المل. إلكتروفان 1 وإلكتروفان 2. ثانيا ذهب الى متمن تنسيق الاشغولات وبحث عن شغولة المل. فهي مرقمة برقم 3. رابعا ذهب الى متمن قيادة والتهيئة وبحث عن اذن تشغيل آلي ومواصلة تشغيل X105 و X106. بعدها قراءة دفتر الشروط. وأخيرا احضار جدول الاختيارة التكنولوجيا. تلميذ الأعزاء نقرأ سؤال جيدا وصمت من وجهة نظر جزء التحكم. إذن كلمة المفتحية هنا جزء التحكم. إذن فالأفعال هي المنفذات المتصدرة. إذن اكتب هنا الأفعال. والملتقيطات هي الاستقبالية. بعدها تلميذ الأعزاء ندرس تفتر شروط جيدا ونقوم بتفصيله بحروف الفصلة والوقت. كما تلاحظون اشغولة المل الدلاء يتم مل عن طريق كهر الصمامين UV1 و UV2. حيث في المرحلة الأولى يفتح UV1 لمدة أربع ثانب. إذن في المرحلة الأولى يوجد فعلين. الفعل الأولى هو فتح الكتروفان. والفعل الثاني ننت entender فتح التأجيل. ثم فصلة مع نتها المرحلة الموادية. يفتح UV2 لمدة خمس ثانب. كذلك المرحلة الموادية تحتوي على الفعلين. فعله هو فحته الكتروفان لمدة خمس ثوانب. بعدها ثم تنتهي الدورة وتنتهي الأشغال رقم ثلاثات إذن تنميذي الأعزاء أحاكي لكم هذا المثال لكي تفهموا دفتر الشروع إذن يفتح إلكتروفان واحد لمدة أربعة ثواني لملء المكية عند نهاية زمن تأجيل أربعة ثواني يغلق إلكتروفان واحد ويفتح إلكتروفان واحد لمدة خمس ثواني عند نهاية خمس ثواني تنتهي الأشغال ويغلق إلكتروفان تلقائية إذن تلميذي الأعزاء لنرصم مثمن أشغال الملء أولا ما الذي نفعله نبحث عن أشغال الملء كما تلاحظون أشغال الملء ترقيمها ثلاثة إذن نرصم مربع مزدوج يحتوي على خطين متوازعين ثم نرصم مرحلة ابتدائية ترقيمها ثلاثون رقم الأحاد هو مرحلة ابتدائية وثلاثة رقم أشغال ثم نكتب الاستقبالية لكي تشتغل أشغال ثلاثة يجب أن يأتيها نداء هذا نداء على شكل إشارة X3 من متمن تنسق الأشغالات إذن أشغال ثلاثة لا تشتغل يجب أن تأتيها إشارة أخرى هذه الإشارة تأتيها من متمن قيادة والتهيئة عن طريق الإذن بتشغيل آلي التي يرقمها X105 أو عن طريق مرحلة أخرى مواصلة تشغيل أو طلب توقف نهاية الدورة التي ترقمها X106 إذن ما الذي نكتبه X3 في X105 أو X106 إذن أيهما محققة سوف يتطور المتمن ثم نرسم مرحلة 31 ثم ننتقل إلى دفتر الشروط يتم مل عن طريق كهر الصمام من OV1 أو V22 حيث يفتح OV1 لمدة أربع ثواني إذن هنا يوجد فعلين الفعل الأول هو فتح الكهر الصمام والفعل الثاني مدة زمن فتح الكهر الصمام إذن بما أنه متمن من وجد نظر جزء التحكم إذن الفعل ما هو؟ هو كاو V1 مرفق بالمؤجلة T1 إذن نرسم فعلين الفعل الأول كاو V1 والفعل الثاني مدة تأجيل T1 السؤال مطرح متى يغلق إلكتروفان واحد عند نهاية زمن تأجيل إذن الاستقبال ما هي؟ هي T1 من سكيل سلاش X31 لمن زمن تأجيل لمرحلة X31 سلاش أربع ثواني من بعدها نكمل دفتر شورت ثم فاصل معناتها تأتي مرحلة 32 مرحلة 32 يفتح أو V2 لمدة خمس ثواني إذن يوجد فعلين الفعل الأول كاو V2 مرفق بالمؤجلة T2 إذن نكتب هنا كاو V2 و T2 واستقبالية نهاية المرحلة الثاني ما هي؟ هي T2 سلاش X32 سلاش خمس ثواني ثم تنتهي الدورة إذن كما تلاحظون هنا انتهت الأشغلة وكل أشغلة تنتهي بمرحلة الانتظام هذه المرحلة تعطي جواب أو رد على شكل إشارة X33 بعد هذه المرحلة تنتهي بالاستقبالية بما أن استقبالية الأولى X3 لا يجب أن تكون هنا X3 من فيها أي غياب نداء الأشغلة 3 ثم نعود إلى المرحلة الابتدائية بهذا الشكل ولا ننسى سهم التوجيه تلاميذ الأعزاء انتهينا من نصمة من الأشغلة الآن نقوم بالمحاكية إذن في الحالة الابتدائية تكون أشغلة 3 مخملة وتكون مرحلة ابتدائية منشطة عند تنشيط أشغلة 3 من 8 من تنسغل أشغلات تصبح X3 تساوي 1 منطقي فلا تشتغل أشغلات وعند تنشيط المرحلة X105 إذن تشغيل آلي ما الذي يحدث X3 محققة و X100 محققة تنشيط مرحلة 31 فتغذي كهر الصمام لمدة 5 ثواني إذن ما الذي يحدث يفتح كهر الصمام لمدة 5 ثواني بهذا الشكل عند انتهاء زمن تأجيل تنشيط مرحلة 32 فيكون الفعل كاو V2 و T2 وتقطع تغذي على كاو V1 فيغلق كاو V1 ويفتح كاو V2 لمدة T2 قدره 5 ثواني عند انتهاء زمن تأجيل تنشيط مرحلة 33 وتقطع تغذي على 32 مما يغلق V2 فتنشيط مرحلة 33 فتعطي الجواب وتخمل أشغول ثلاثة وبما أن أشغول ثلاثة مخاملة X3 يساوي 0 و X3 بار يساوي 1 فيتطور متمن من مرحلة 33 إلى مرحلة 30 وتنتهي أشغول رقم ثلاثة وهنا تلاميذ الأعزاء كملنا سؤال رقم ثلاثة نذهب إلى سؤال رقم أربعة ورصم متمن من جهة نظر جزء التحكم لأشغولة الغلق بنفس الطريقة نحضر مناولة هيكالية لأشغولة الغلق ثم نبحث في متمن تنسيق الأشغولات أشغولة الغلق فنجد رقم الأشغولة أربعة ونذهب إلى متمن قيادة وتهيئة ونبحث على مرحلة إذ تشغيل آلي ومواصلة الشغيل ثم نحضر جدول الاختيارات كما تلاحظون السؤال طلبة من متمن من وجهة نظر جزء التحكم إذن المنفذات المتصدرة هي الأفعال والملتقطات هي الاستقبالية ثم نحضر دفتر الشروط ونقوم بتقسيمه بحروف الفصل والوصل نقرأ الدفتر الشروط مع بعض إذن يتم تقديم السدادات عن طارق محرك M2 والتي يكشف عنها الملتقط أش إذن أولا يدور البساط عن طارق المحرك M2 لتقديم السدادات ومتى يتوقف المحرك عندما تصل السدادة إلى ملتقط أش بعدها يعني فصل وش معتها يعني فصل؟ يعني مرحلة موالية مرحلة موالية تنزل رافعة B لتمسك السدادة إذن في المرحلة موالية يوجد فعل واحد واللي هو خروس ساقة رافعة B وعندها ضغط على B1 ما الذي يحدث؟ ثم حرف فصل مع أنت مرحلة موالية المرحلة موالية ما الذي يحدث فيها؟ تعود ساقة رافعة إذن DB ناقص مع أنت عودة ساقة رافعة إلى حلال ابتدائية إلى غاية الضغط على B0 بعدها كلمة فصل يعني مرحلة موالية في المرحلة الموالية ما الذي يحدث؟ تتقدم ساقة رافعة C إذن خروس ساقة رافعة C إلى غاية الضغط على C1 ثم حرف فصل مع أنتها مرحلة موالية مرحلة موالية تنزل ساقة رافعة B لتغلق الدول إذن نزول ساقة رافعة B إلى غاية الضغط على B1 وعند الانتهاء وعند الضغط على B1 عملية الغلق انتهاء من عملية الغلق تعود رافعة B إذن نغذي رافعة B بالتغذية العكسية وندخل ساقة انتحة ثم فصل مرحلة موالية ما الذي يحدث فيها؟ ثم رافعة C مع أنتها عودة ساقة رافعة C وبعدها تنتهي الدورة هيا تلميذ الأعزاب نفهمه نعطيكم سيميلاسيو لدفتر الشرط أولا يتم تقديم السدادات عن طريق البصار وعند الوصول السدادة أمام ملتقط H يتوقف المحرك فتنزل ساقة رافعة B إلى غاية الضغط على B1 ثم تعود ساقة رافعة B إلى غاية الضغط B0 ثم تتقدم ساقة رافعة C إلى غاية الضغط على C1 ثم تنزل ساقة رافعة B إلى غاية الضغط على B1 ليتم غلق الدلو ثم تعود ساقة رافعة B إلى غاية الضغط على B0 ثم تعود ساقة رافعة C هذه هي المحاكة إذن تلميذ الأعزاب نرصم متمن أشغولة الغلق إذن أولا نذهب إلى متمن تنسيق الأشغولات أشغولة الغلق ترقيمها يساوي 4 إذن في هذه الحالة نرصم مربع مزدوجي احتوي على خطين متوازيين مرقم برقم 4 بعدها تلميذ الأعزاب نرصم مرحلة ابتدائية 40 سيفة مرحلة ابتدائية والعشرات هو رقم الأشغول من بعدها تلميذ الأعزاب نبحث عن الاستقبالية الاستقبالية الأولى وهي نداء هذا نداء على شكل إشارة X4 وإذن تشغيل آلي أو مواصلة التشغيل كما تلاحظون إذن تشغيل آلي ترقيمها 105 X105 ومواصلة التشغيل ترقومها X106 إذن في X105 أو في X106 ثم تأتي مرحلة X41 نقرأ الدفتر الشرط يتم تقديم السددات عن طريق محرك M2 إذن سؤال مطرح M2 ما الذي يتحكم فيه في المنافذات المتصدرة يتحكم فيه كM2 إذن فعل في المرافق اللي 41 اللي هو كM2 سؤال مطرح متى يتوقف المحرك عند وصول السددات إلى ملتقط آش كما تلاحظون آش هو ملتقط كشف عن السددات إذن استقبالية هي ملتقط الآش الذي يكشف عن السددات ثم تأتي مرحلة 42 في المرحلة 42 بعدها كما تلاحظون هنا بعدها تنزل رافعة B ويش معنى تنزل ساق رافعة B خروج ساق رافعة B وفي جدول الإختياط في المنافذات المتصدرة DBZ خروج وDB ناقص دخول إذن نكتب DBZ متى تتوقف رافعة DBZ إلى غاية الضغط على ملتقط نهاية شرط B إذن استقبالية نهاية خروج ساق رافعة DBZ اللي هو B1 ثم تأتي مرحلة 43 في المرحلة 43 ثم تعود إذن هذه رافعة ثنائية الاستقرار كما تلاحظون هنا أشخالنا موزع ثنائي الاستقرار بل ترجع ساق رافعة لازم نغذي وتقضي العكسي عن طريق ديستريبتور فيرا بي ناقص إذن ما الذي نكتب هنا؟ نكتب DB ناقص ويش معنتها؟ رجوع ساق رافعة دخول ساق رافعة ما الذي يبين لنهاية رجوع ساق رافعة؟ اللي هو ملتقط نهاية شرط B0 إذن أكتب هنا ملتقط B0 بعدها تأتي مرحلة 44 كما كم تلاحظون هنا بعدها تتقدم ساق رافعة C إذن كيف تتقدم ساق رافعة C عن طريق خروج؟ من بعد نرى رافعة ساق C ويش هو الموزع تعوي كما كم تلاحظون هنا موزع ثنائي الاستقرار إذا حاب تخرج رافعة C دي سي زايد إذا حاب ترجعها غذي لها دي سي ناقص أنا أنا حاب تخرج ساق رافعة C إذن ويش هي دي سي زايد؟ ويش هو الملتقط يبين لنهاية خروج ساق رافعة C اللي هو C1 إذن ملتقط نهاية شرط C1 ثم مرحلة 45 في المرحلة 45 ماذا قال لنا؟ ثم تنزل ساق رافعة B خروج ساق رافعة B إذن تغذية دي بي زايد شكني بقي لي نهاية خروج ساق رافعة B اللي هو ملتقط نهاية شرط B1 ثم تأتي مرحلة 46 بعد ما تنزل ساق رافعة B اللي تغلق الدلو وعند الانتهاء وش معناتها كي تضغطي على B1 تعود رافعة B لازم نديرها التغذية العكسية برجها عن طريق دي بي ناقص معناتها ديستيربيتور موزع B هي رافعة ناقص دخول شكني بقي لي بقي لي رافعة راهي الدخل إلى غاية الضغط على ملتقط نهاية شرط B0 إذا أكتب هنا بصيفة ثم تأتي مرحلة 45 في المرحلة 45 ثم تعود رافعة C إذا وش لازم نديرها تغذية العكسية رافعة C راهي خارجة وش لازم نديرها تدي C ناقص شكني بقي لي بقي لي هي عودة دخل كي تضغط لي على ملتقط C0 وهنا تلميذ الأعزاء كملنا دفتر شرط أي أشغولة بماذا تنتهي تنتهي بمرحلة الانتظار إذا مرحلة الانتظار ترقيمها 48 هذه مرحلة الانتظار أو مرحلة نهاية الأشغولة تعطي جواب إلى متمن تنسيق الأشغولات بأن الأشغولة 4 انتهت عن طريق إشارة وما هي اللي هي X48 وكل مرحلة الانتظار لديها استقبالية هي X4 منفية بما أن اسم الأشغولة X4 هنا وش لازم تكون X4 بار وش معتها غياب نداء الأشغولة ثم نعود إلى حالة ابتدائية بهذا الشكل ثم نرسم سهم التوجيه هنا تلاميذ الأعزاء كمن نرسم متمن لأشغولة 4 من وجهة نظر جزء التحكم تلاميذ الأعزاء أروحون ديروا استيميلاسيو الحالة الابتدائية أشغولة 4 تكون خاملة ومرحلة الابتدائية الأشغولة تكون منشطة عند تنشيط الأشغولة 4 من متمن تنسيق الأشغولات الأشغولة لا تشتغل لأنه يجب أن يكون X4 منشط و X5 أو X106 منهم يكون منشط كما تلاحظون X105 نشيطت وبالتالي ما الذي يحدث تنشط مرحلة 41 مرحلة 41 تغذي لكا أم 2 كا أم 2 يتحكم في المحرك أم 2 وبالتالي دوران البساط عند وصول السدادة إلى ملتقطة أش تنشط مرحلة 42 وتخمل 41 فتقطع التغذية على المحرك في 42 يوجد في عدد بي زايد خروج ساقرة في عبي عند الضغط على بي واحد تنشط مرحلة 43 تغذي دي بي ناقص تغذية العكسية وبالتالي دخول ساقرة في عبي عند الضغط على بي زيرو تنشط مرحلة 44 تغذي دي سي زايد أي خروج ساقرة في عسي عند الضغط على سي واحد تنشط مرحلة 45 تغذي دي بي زايد أي خروج ساقة رفعة بي لغلق الدلو عند الضغط على بي واحد انتهت عملية الغلق فتنشط مرحلة 46 وفيها تغذية العكسية دي بي ناقص أي دخول ساقة رفعة بي عند الضغط على بي زيرو تنشط مرحلة 47 يوجد فيها تغذية دي سي ناقص عند الضغط على السي صفر تنشط مرحلة 48 مرحلة الانتظام فتعطي الجواب إلى متمن تستقل أشغولات بأن X48 تسوي واحد منطقي فتخمل هذه الأشغولة أربعة وبما أن X4 يسوي السفر X4 بار ماذا يسوي؟ يسوي واحد فتعود الأشغولة إلى حالة ابتداء 40 ونذهب إلى متمن تستقل الأشغولات إلى أشغولة البعدية هنا تلميذ الأعزاء كمننا متمن أشغولة أربعة فنذهب إلى رسم متمن أشغولة رقم 5 تلميذ الأعزاء سؤال ورسم متمن من وجهة نظر جزء التحكم لأشغولات التحويل أولا نحضر مناولة الهيكلية ثانيا نذهب إلى متمن تنسيق الأشغولات ونبحث عن أشغولة تحويل رقم 5 ثالثا ندرس متمن قيادة والتهية نبحث على مرحلتين إذب تشغيل آلي ومواصلة تشغيل X105 أو X106 بعدها نحضر دفتر الشروط وأخيرا إحضار جدول اختيار تكنولوجيا لهذه الأشغولة لأشغولة التحويل إلى تلميذ الأعزاء كما تلاحظون طلب مننا متمن من جهة نظر جزء التحكم نذهب إلى جدول اختيار تكنولوجيا المنافذات المتصدرة هي الأفعال والملتقيطات هي الاستقبالية ثم بعدها نقوم بتقسيم دفتر الشروط عن طريق حروف الفصل والوصل إذن نقرأ مع بعض يتم تحويل دلو إلى بساطة عن طريق خروز ساقرة في عادي وعند نهاية التحويل ما معناتها هنا سنفصله مرحلة لبعدها وش سيكون فيها إذن مرحلة لبعدها خروز ساقرة في عادي وعند نهاية خروز ساقرة في عادي تعود ساقرة في عادي وش معتها تعود ثم تنتهي الدورة من بعد تلميذ الأعزاء بعدما درسنا دفتر الشروط رح نعطيكم محاكات إذن أول حاجة وش قلنا؟ قلنا تخروز ساقرة في عادي وعند الضغط على دي واحد ما الذي يحدث؟ تعود ساقرة في عادي وعند تضغط على دي زيرو تنتهي الأشغولة إذن تلميذ الأعزاء فلنرسم متمن أشغولة تحويل إذن أولا أذهب إلى متمن تنسيق الأشغولات وابحث عن أشغولة التحويل إذن رقم الأشغولة خمسة إذن أصم مربع موز دوجي يحتوي على خطين متوزيعين ثم أصم مرحلة ابتدائية برقم خمسين سيفة رقم الأحد مرحلة ابتدائية وخمسة رقم أشغولة ثم لكل مرحلة ابتدائية استقبالية الاستقبالية الأولى تكون على شكل نداء النداء هذا يكون على شكل إشارة إكس خمسة من متمن تنسيق الأشغولات والشرط الثاني يجب أن تكون إذن تشغيل آلي أو مواصلة تشغيل واحد فيهم محقق إذن لذلك أكتب إكس مية وخمسة أو زايد إكس مية وستة ثم تأتي مرحلة إكس واحد وخمسين كما تلاحظون في المرحلة إكس واحد وخمسين أول فعل موجود فيها خروز ساقة رافعة دي إذن ما الذي أدرسه؟ أدرس المنفذات المتصددة كما تلاحظون موزع ثنائي الاستقرار دي دي زايد لخروز ساقة رافعة ودي دي ناقص لدخول ساقة رافعة إذن أكتب دي دي زايد ما الذي يبين نهاية خروز ساقة رافعة؟ إذن هو الملتقط نهاية المشوار دي واحد أما مرحلة بعدية هي مرحلة 52 مرحلة 52 هي عودة ساقة رافعة دي وبما أن تحكم في رافعة ثونية الاستقرار يجب أن نغذيه تغذية العكسية إذن ماذا نكتب دي ستريبتور دي مو وما الذي يبين لي أن ساقة رافعة دخلت اللي هو الملتقط نهاية الشوط دي زيرو وهنا أنهيته متمن أشغلة خمسة أي أشغلة تنتهي بمرحلة الانتظار هذه المرحلة الانتظار تعطي جواب هذا الجواب أورد على شكل إشارة تسمى إكس ثلاثة وخمسين بعدها إكس ثلاثة وخمسين تنتهي باستقبالية ما هي الاستقبالية؟ هي إكس خمسة منفية وش معناتها؟ غياب نداء الأشغلة خمسة ثم نعود إلى المرحلة الابتدائية بهذا الشكل ولا ننسى سهم التوجيه تلميذ الأعزاء بعدما كملنا متمن أشغلة خمسة نعيد المحاكات إذن تلاحظوا أن في الحالة الابتدائية أشغلة خمسة تكون خاملة والمرحلة الابتدائية خمسين منشطة عند تنشيط أشغلة خمسة من متمن تنسيق الأشغلات إكس خمسة يساوي واحد المتمن لا يتطور وبالتالي ننتظر تدخل متمن قيادة والتهيئة عن طارق مرحلة إكس مية خمسة إكس خمسة منشط إكس مية خمسة منشط ما الذي يحدث؟ تنشيط مرحلة واحد وخمسين مرحلة واحد وخمسين تتحكم في خلوص ساقة رافعة دي دي زيد بهذا الشكل وعند الضغط على دي واحد تنشيط مرحلة اثنين وخمسين وتخمل واحد وخمسين عند تنشيط مرحلة اثنين وخمسين تغذي رافعة بتغذية العكسية دي دي ناقص وبالتالي دخول ساقة رافعة دي عند الضغط على دي زيرو تنشيط مرحلة ثلاث وخمسين وهي مرحلة الانتظاء تعطي الجواب للمتمن تنسيق الأشغولات وبالتالي تخمل أشغولة خمسة وعند خمول الأشغولة خمسة تنشيط مرحلة ابتدائية وتنتهي أشغولة رقم خمسة تلميذ الأعزاء روحوا آخر سؤال اللي هو أرصم متمن من وجهة نظر جزء التحكم لأشغولة تحويلة رقم اثنين أولا إحضار مناولة هيكلية ثانيا إحضار متمن تنسيق الأشغولات كما تلاحظون أشغولة تحويل رقم اثنين رقمها ستة ثالثا إحضار متمن قيادة والتهيئة والبحث إذن تشغيل آلي ومواصلة تشغيل أو طلب توقف نهاية الدورة ثم إحضار دفتر الشروط ثم إحضار جدول اختيار تكنولوجيا خاص بأشغولة تحويل اثنين المنافذات والمنافذات المتصدرة والملتقطة بعد تلميذ الأعزاء نقرأ سؤال جيدا أصمت من من وجهة نظر جزء التحكم إذن المنافذات المتصدرة هي الأفعال والملتقطات هي الاستقباليات إذا طلب منها متمن من جهة نظر جزء المنافذ فالأفعال تصبح المنافذات من بعدها تلميذ الأعزاء نقوم بتجزئة دفتر الشروط عن طريق حروف الفصل والوصل نقرأ مع بعض عند كشف عن الدلو بواسطة ملتقط F ما الذي يحدث؟ يدور المحارك لمدة اثنين ثانية إذن كم يوجد فعل؟ يوجد فعلا دورا المحارك لمدة قدرها إذن فعلين وبعدها مع أنتها فصل وبعد نهاية زمن تأجير ما الذي يحدث؟ تنتهي الأشغولة إذن تلميذ الأعزاء بعد ما قررنا دفتر الشروط نديكم سيميناصي إذن وش معناتها؟ كيود FU-C1 ما الذي يحدث؟ يدور المحارك لمدة اثنين ثانية بهذا الشكل عند نهاية زمن تأجير اثنين ثانية يتوقف المحارك وتنتهي الأشغولة إذن تلميذ الأعزاء فلنرسم متمن أشغولات التحويل أولا نذهب إلى متمن تنسيق الأشغولات ونبحث على أشغولة التحويل الاثنين رقمها ستة فلنرسم مربع مصدوج يحتوي على خطين متوازين مرقم برقم ستة بما أنه أشغولة رقم ستة لمرحلة ابتدائية هي مرحلة ستين صيفر مرحلة ابتدائية والستة رقم الأشغولة هذه مرحلة ابتدائية لديها استقبالية الاستقبالية الأولى واللي هي نداء وعلى شكل إشارة X6 والاستقبالية الثانية اللي هي إذن تشغيل آلي اللي هي رقم بتاعها X105 أو مواصلة تشغيل اللي هي رقم بتاعها X106 إذا ماذا نقوله في X105 زايد X106 تلميذ الأعزاء كما تلاحظون توجد استقبالية أخرى لماذا؟ في دفتر شهر أشغالكم عند كشف عن الدلو بواسطة ملتقط F يدور المحارك إذن كده كان هنا استقبالية كانت لها الاستقبالية الأولى هي لها X6 واستقبالية ثانية X5 أو X106 والاستقبالية الثانية ملتقط F الذي يكشف عن وجود الدلاء إذن نقوم بإضافة استقبالية في F بعد تلميذ الأعزاء G مرحلة 61 مرحلة 61 يدور فيها المحارك لمدة 2 ثانية يوجد فيها فعلين الفعل الأول هو كام واحد في المنافذات المتصدرة والفعل الثاني هو T3 جماعة ما تكتبوش من عندكم لازم تبعوا المنافذات المتصدرة إذن نكتب هنا الفعل الأول كام واحد والفعل الثاني T3 إذن سؤال متى يتوقف المحارك أام واحد عند نهاية زمن تجد إذن ما هي الاستقبالية؟ هي استقبالية T3 إذن لمن هذا الزمن تأجيل؟ للمرحلة X61 كم مدة زمن تأجيل؟ 2 ثانية وبعد تلميذ الأعزاء وبعدها تنتهي الدورة إذن هنا وش نزيده نزيده مرحلة الانتظار 62 مرحلة الانتظار هذه تعطي جواب أو رد على شكل إشارة X62 ومرحلة 62 تحتها استقبالية الاستقبالية هي X6 منفية ثم نعود إلى المرحلة الإبتدائية بهذا الشكل ولا ننسى سهم التوجيه تلميذ الأعزاء فلنحاكي هذا المثال ونرى هل متمن صحيح أم خطأ إذن في الحالة ابتدائي أشغولة 6 تكون مخملة والمرحلة ابتدائية 60 تكون منشطة وكل مراحل تكون مخملة عند تشغيل مرحلة 6 تصبح X691 لا تشتغل الأشغولة يجب أن تنشط أحد المرحل X5 أو X100 و X105 منشطة إذن تشغيل آلي و X61 منطقي الدلو موجود إذن ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة 61 فتغذي المحرك أم واحد ويدور لمدة 2 ثانية عند انتهاء زمن تأجيل 2 ثانية تنشط مرحلة 62 وتخمل 61 فليتوقف المحرك وعند تنشط مرحلة 62 تعطي جواب على شكل إشارة 62 وبالتالي تخمل أشغولة 6 وبما أن أشغولة 6 مخملة إذن X6 تسوي السفر إذن X6 بار تسوي واحد فيتطور متما من 62 إلى مرحلة إبتداء 60 وتنتهي الأشغولة على رقم 6 وهنا تلاميذ الأعزاء وصدنا نهاية الفيديو وما أبقى علي أن ينقلكم غير السلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر